تصدر العنشطة الرياضية هذا الأسبوع سباق السلام الذي أقامته الإدارة العامة للرياضة العسكرية التابعة للجيش في مسافة سلاسة كيلومترا وهو سباق تسأى من خلاله القيادة العامة للجيش عبر هذه الإدارة لحس جميع أفراد الجيش بأهمية الرياضة وقد لبى لنداء القائد العام للقوات المسلحة الشادية الفريق أول أبكر عبد الكريم داود قرابة 500 من أفراد القيادة العامة للجيش بمشاركتهم الفاعلة في هذا السباق كما شهد هذا الأسبوع استقبال لجنة الأولمبية الرياضية الشادية لوفد مؤسسة ترامون كروسو وخمس لائبات الشادية من رياضة الجنبس يتدربن منذ العام 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد وستعتمد شاد بشكل كبير على هؤلاء الفتيات الخمسة لتقديمهن في دورة العلعاب الأولمبية باريس 2014 وذلك بدعم من مؤسسة رامون كروسو للفيدرالية الشادية للجنبس في ولايتي جراوة تهديدا بكانتون كينغا وبحضور نائب مدير المكتب المدني للرئيس الجمهورية عبد الناصر قربوة أقيمت بطولة لكرة القدم شارك فيها 16 فريقا مهليا وتهدف إلى توصيل رسالة السلام والعيش المشترك بين أبناء هذه المنطقة وعلى الصيد الدولي وقع وزير الشباب والرياضة والترفيه وقيادة رياضة العمل باتاليجيو بلاصمة الروسية موسكو على مذكرة تفاهم مع ناظره الروسية المكلف بالرياضة ترميح هذه الاتفاقية إلى تباود البرامج والخبرات والمعلومات ذات الاحتمام المشترك بين المؤسسات الرياضية الشادية والروسية والمعاهد العليا للرياضة والاتحادات الرياضية بالبلدين